فالبن هو من المكونات من المواد الغذائية التي كانت أساسية في عدة حضارات كانت بزاف هذه الحضارات التي كانت تستعملها ومنها جدودنا وجدود جدودنا كان هذه المادة عندهم من المواد التي هي مهمة مادة من المواد التي كانت في السنة النبوية وكذلك كانت في عدة مناطق ومنها كذلك حتى في القارة الأسيوية والأوروبية فكان ظهور ذي اللبن في منطقة القوقاز القوقاز هذين كانوا عندهم واحد الدراية بهذه العلوم هذي فأنا ذاك في ذاك الوقت والقوقاز كذلك اللي عرفات واحد التورة علمية لفعهد غصوص الله وسلم ولا فعهد الصحابة ولا فعهد التابعين وكذلك حتى في هذه الفترات وكان هذا المشروب هذا واحد المشروب مهم جدا لتغذية الأطفال ولتغذية الجيوش كانوا يستعملوه بزاف لتقوية الجيوش وكان من الأطعمة المهمة عندهم علش لأنه في واحد فوائد كثيرة اللبن شنا هو اللبن اللي هو أنا كنفضله على الحليب أنا من الناس اللي كنفضل اللبن على الحليب لأن اللبن فيه واحد التركيبة ربانية اللي ما كنلقوهاش في أي مكوين هو خليط ما بين الفطريات النافعة المخمرة أو المخميرات زائد البكتيريا إذن الفطريات كتعيش في أنسان بيوز يعني كتعيش في واحد فاحد 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 كما كنقول إحنا يا في واحد الالتي ام أو كيكون هاد يعني كيعيش في واحد كما كنقول إحنا يا في واحد فاحد المجال متحد يعني هادوك الفطريات كيعطوه مواد ومن كي تتعقي هادات البكتيريا مع الفطريات إعطونا إفرازات مهمة جداً للدس دينا يوما انها كتعيش في كحولي طبيعي tule وديك الكحول الاولية هيا كحول Mackie وكحولات طبيعية اللي هاي يكونون عندنا في الدس دينا وزائد اهم أيت الخل طبيعي إذن هاد الأفرازات هذه الكحول زائد الخل الطبيعي هو لي كيعطينا التّخمّور وهو اللي يعطينا هاد المسألة هدي دي دي التخمور وهو اللي يعطينا ذاك الماضاق اللي يكون شوية حمض دي اللبن وهو اللي يخلي لنا ذاك البروتينات ويخلي لنا ذاك السكريات اللي عندنا في الحليب اللي هي للاكتوز كي يقصصوها ويردوها في شكل سكريات نافعة إذن هنا من كي يتخلط هاد المكونات كاملين كي يعطينا ذاك الشكل اللبن اللي هو كي ولي عندو ذاك الماضاق اللي كي يكون حمض شوية وكنعرفو حنا الفطرة وتبارك الله على المرأة المغربية اللي حذقة ولا جميع يعني نساء العالم القدامة كان عارفو أنه من كيرو بالحليب كيمخدوه إذن في ذاك المخيد هاد الحليب اللي هو ربيع طهرهم بالفطرة كيتم الخاليط دي لاد المكونات اللي هي هاد النوع من الكحول الطبيعي اللي هو غير ضار اللي هو ما كي أتصرش على الدس دي لنا زائد هاد الخل زائد هاد المكونات اللي تكونت عندنا كي يعطينا واحد المركب مهم إذن هاد اللبن من كي دخلنا للدس دي لنا لسكتلك أن اللبن أنا كنفضلوه على الحليب وحنا كنا كنعيشو في الأراضي الروسية وكهاد اللبن من المكونات الأساسية في التغضية دي لنا يعني ما كانش بيت روسي للبن ما يكونش عنده في الصباح أولا في اللي المهم ضروري هو ذاك الكاسب اللبن خصوية ياخده وعلاش لأن اللبن فيه البكتيريا النافعة احنا دابعاد وصلنا بأننا راه لبخوبيوتيك هما واحد النوع دي لبكتيريا النافعة اللي كترفع لنا المناعة اللي كتساعدنا باش ترفع لنا من إفرازات دي الهرمون سيروتونين يعني هي كتكون مضادة لكتئاب أن هذا اللبخوبيوتيك عنده واحد فوائد كبيرة على علاج مشاكل العضلة النائمة يعني ذاك الجهاز اللي ميميك يكونش يشتغل بوحد طريقة منتظمة فهذه البخوبيوتيك تعاوننا باش كنشطوه باش ذاك العضلة كتتقوى وكتقد هذا البخوبيوتيك كذلك كتشفو بأنها كتساعد في سرعة امتصاص المواد الغذائية يعني كنستنفعو بالمواد الغذائية واحد العشرين مرة أكتر من أننا ما كنستعملوش هذه المواد هذه هذه من جهة من جهة أخرى اللبن هذاك المركب لي فيه جميل كيخلينا أننا نستفدوه من الكالسيوم الصافي يعني ذاك الكالسيوم كيكون المتصاص ديالو قوي وسريع جداً على الحليب يعني حتى الناس مساء ذلك كيكون عندهم واحد كما نقولو حنا واحد البطع في المتصاص ديالكالسيوم لما كنكونو كنناخدو اللبن هاداك الكالسيوم كي اعطناه وحكي كي يفرز لنا واحد الجودة عالية ديال الكالسيوم لي كي يكون امتصاص ديالها سهل وهكاك يمكننا نستفدو منو اكتر والبن من المكوناس لي من غير الفوائد الصحية فكتعتنا الفوائد الجمالية يعني الانسان اللي يبقى كيداوم على الشرب دياله شنو كيوقع كيوقع ان ذاك الكولاجين كيتقوى كيوقع ان ذاك الدورة الدموية كتتحسن وكتحسن الجودة دياله علاش لان البن كيف يفرز لنا واحد ازوت طبيعي ازوت لي كيمشي وكيدخل في الخلايا ديالنا وكي عطيناو حصفية ديال الخلايا قوية وكي عطيناو حصفية هائلة ديال البشراء ديال جسم ديالنا وكيوالي الانسان كيحس بوحد اللي ينتيعاش كيوالي كيحس بيال البشراء دياله كتب الدل وهدا انهو واحد المكوين من المكونات الاساسية والضرورياليخصات كون في المتبق ديالنا هي قصة تكون في المتفاق ديانا بطبيعة حال ديوال السنة ولكن في رمضان يقتل إقبال علالة لبناء نعم دكتور عمادو خصا في الصحور بحكم أنه مزيلا يعني ما كاعدش بالفعل نعم فهذا هو اللي يقدرنا عليه كما كنا قلوه من يكا ناخده للبن ذاك المستقبلس ديال الشعور بالعطش كتحبس يعني مشي مسألة متبتة علميا نعم أكيد وثانيا أن المسألة الأخرى هو أنه يحفظ لنا على الماء في الدست ديانا الماء المفيد أنه بحلق الشيء يريقل لنا يقدر لنا الماء في الجسم ديانا ويجعله متوازين أنه ما يطلعش وما يهبطش ذاك شيء ما كنحسنوش بهذا العطش الناس اللي عندهم جرتومة المعيدة الدكتور عمال واش يقدروا يخذو البنو لنا فهنا على حسب جرتومة المعيدة النوعية ديالها واش تركيز ديالها وهذا يبقى باستشارة طبية الاستشارة طبية ما يمكن تحدد لنا واش يمكننا ناخده جواد العالمية يقول لك دكتور وانا عندي القلول العصبي والغازات واش يحل بمشتقاته ما تتأثرش فإذا أخذوه من الإنسان فبعدك النطاق المعقول ديالو فمثلا إذا أخذ الإنسان جوبنا وإذا أخذ شوية ديال الجبن كما كنقول إحنا البلدي أو الجوبن الآخر المهم الإنسان يخصوه مكسترش منه ما ياخدش بواحد القياس اللي قد يكون طالع وبالنسبة الناس اللي كيكون عندهم مشكلة القلون العصبي أنا من الناس اللي كي نصح أنهم ما ياخدو اللبن ولكن هنشوفه الطريقة كيفاش غادين ناخدوه باش ميدررناش اللبن ما هي الطريقة دكتور الطريقة هو أننا ما نخلطوهش مع التغذية يعني مثلا إحنا كلينا نخلي واحد الساعة ونص عندنا ناخدوه ما شيغل ناخدوه يطره غادي ناخدوه كويس صغير ديال البن كويس صغير ديال البن ما نشربوهش في دقة وحدة يعني كنشربوه شوية بشوية يعني ما نحاولوش أنه نبع لكن ما كانشربوه أتي فهذا غادي نستفدوه من الفوائد ديالو هذا من جهة من جهة أخرى بالنسبة للناس لما يكونش عندهم مشاكل ديال المعيدة ولا مشاكل أخرى اللي كتكون ديالجهاز الهدمي اللي كتكون مزمينة فأحسن حاجة هو كما اذكرت أنه يتخلط بالشعير يعني بساكوك أو بطريقة ديالساكوك لأن هذه التلبينة والتلبينة من الأمور اللي نصحبها الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وليد رنادك الخاليط ديالشعير زائد اللبن كيكون عندنا واحد مركب متكامل علش لأنه كيكون لسيد فوليك لفولات وكيكون عندنا الأملح المعدينية وكيكون عندنا السيليس والسيلينيوم وعدة مكونات أخرى اللي كتكون عندنا فاد النبتة هذه ديال الشعير وكنزيد عليها هادوك المكونات ديال اللبن فكيكون واحد المركب قوي جدا مغدي وفي نفس الوقت كيكون واحد الوصفة طبيعية معالجة طبيعيا للجهاز الهضمي للمناعة للتصفية يعني الوديتوكس ناتيو غير فهذاكرة عبارة على واحدة تصفية ذاتية ومهم جدا بالنسبة الناس اللي ما كيقدوش على الاسيكوك فنقدرون ناخده غير واحدة ربيع ديال الخبز ديال الشعير وناخدوه باللبن على الطريقة المغربية التقليدية يعني اللي كتكون فعدة يعني فعدة بوادي فأدي من الأمور اللي كتتخذ بطريقة كذلك وغد نستفدو منه أحسن عندي سؤال مرحبا جال عزيزة لأنه سوف نفس السياق ديال كيف ناخدوه البن كتقول لك كيف البن كيسبب انتفاخ البطل ونصران فشنو قلتنا نخليه ساعة ونصمر الماكلة عاد ناخدوه عاد ناخدوه البن هذا البن دائما نخليه في تلاجة ما عمرنا نخليه مثلا حيث كان بعض الناس يجيبوا البن يعني يبقع اللبان ويحطوه برد تلاجة واحد شوية كديروه لا مباشرة يبقى بارد نديروه في تلاجة لكي نحفظوه على ذاك درجة البرودة حيث البرودة مهمة لتاكاتور هذه البكتيريا اللي هدرنا عليها هو الفيطرعيات نعم البرودة مهمة لهم جدا خاصة البرودة تلاجة كتخليهم يفرزوا كتر هذه المواد وكتخلي التركيز أكثر ديالهم سؤالي دكتور عيمات هذا سؤالي مرحبا البن بعد الخطرات كان ناخدوهم بالعبار البن البلدي ولكن صوبه فضع وبعد الخطرات كان ناخدو البن جاهز يعني في علب وكي نحن نتكلم عن نفس المواد ونفس الاستفادة لجسم ديالنا ولكن هناك اختلاف كل ذلك الصراحة دائما شو الصراحة لبينها وضوح الشمس فما هو طبيعي ركي كون تركيز كتير ديال المواد ولكن حتى المواد اللي كتكون معلبة غير هو كنا عرفوا ان البن مشتقاد الحالي بالحمد لله في بلادنا حتى مدة الصراحة دياله ركت بيلك بينا رهي الجودة دياله مزيانة وانها رهي تسعين في المئة طبيعية علاش لانه ما كيفوتش خمسطاش ليوم ايه للاحتي ان هذك اللابان رامليكا تجيكي يقول لك ركت وقت كان قال عنده تسبع يام فهذا ما كيش مشكلة وحتى اوه يمكننا استفادوا من المزايا دياله الوصفة اللي كنت بغيت نهضر عليها ويمكننا استعملوا فيها احتاج البن ديال المعلبات كما اقول له احنا يرفعون القوة كما نقول له احنا مقوة العلاجي الطبيعي ديال البن اذا ماه يمكننا نزيده عليه نزيده عليه الخيار ونزيده عليه الحباق والخيار في الكوبالت واحد النوع من المكونات مهمة جدا من المكونات الكيميائيه هاذ البازيلين ولكوبالت كيكون من المواد دي تحفز لنا الانتاج ديال هاد المخميرات وهاد البكتيري اللي كتكون عندنا في اللبن والموضاق دياله كيجيزوين وهذا على فكرة وصفة ممكننا نعطيها لوليدات الصغار وهذي وصفة كذلك ممكن لي يأخذو الناس اللي مكيبغي وشدك الموضاق ديال البن ووصفة يأخذو الناس اللي عندهم مشاكل انهم مثلا كيأخذ الموضاق كبير وكيعطيه يعني كيضروا في الصحة دياله إذا غلن نأخذو اللبن غلن نطحنوه مع الخيار غلن نأخذو مثلا لاتے رودين لبن غلن نأخذو خيارا ونصف غلن نحيد discover لاتي رودين لبن وغلن نأخذ الحباق البلدي ما عند ناش حباق البلدي ثري غلن نبي عندنا في الخلاط الكهربائي وايرها جميلة جدا واخذ ت UmaONG PHX وعلى فكرة هذه وصفة تصلح على الناس الذين لديهم الضغط مرتفع يمكنهم استعملوها في الشهر المبارك ويستعملوها دائما فهي وصفة هائلة نعم كاندون هناك الناس الذين يديهم المسرعين ان يتقل عليهم يأخذوا بهذه الطريقة هذه نعم جدا فني قلنا ان اسم feelings سيشعروا بأنه هذا هو الخفيف على الجهاز الهضمي سؤالي الناس الذين عندهم داء السكري وداء السؤال يطرحون بزاف ديالنس واش في البن في السكريات فقلت انا البن حسن من الحليب ياخذ البن حسن ولكن ما اكيد ان احنا نشوف دائما ما زاد عن حد ينقلب الى الاضي الديه احنا نقولو كالصغير البن بحال الناس الذين عندهم امراض مزمينة ووريدة الصغار الناس الذين عندهم نقولو صحيح تهم علاقة الدوم كوي الصغير البن مدى ما جاء ونفعهم ويعطيهم واحد فائدة كبيرة نعم ومحبابكم باشترحوا اسئلتكم على الدكتور عماد ميزاب 052-724-24 او ممكن ايضا تواصلوا معنا عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك راديو اسوات باج اوفيسيال السؤال ديالساميرا كتقول لك دكتور عماد واش كينا شي وصفة اللي ممكن استعملوها للبشرة او للجسم بالبن خصوصا فاش كي حماد نعم فالبن من المكونات المهمة جدا الجمالية انه درجة ان انا من الناس اللي اعطاء الوصفات ذي للبن اللي كانت وصفات فعلا نخدم منها قعف ان كانت واحد حصر ايا كما كان قولوه درجة ان بعض الناس كانوا كي كما كان قولوه احنا كيتهكموا على هاد المكونات ويقول لك لا وزيد حمارة زيد هذه زيد هذه زيد هذه زيد هذه يعني لان كانت واحدة مسألة هي جديدة فالبن مهم للصحة والجمال فكما قلنا احنا كنا احنا كنا كنا يعني كما قلوه درسنا في الديار الروسية وهذا البن هذا يدخل في العديد من الوصفات ديرهم خاصة الوصفات هي الشعر 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 مهم جدا الشعر واذا بدك اللبن ما غاد نخسر عليه هوالو غاد ناخده اللبن غاد ندهنه بجلده دي الشعرنا وندهنه بجلده شعر ديالنا ونخليه ساعة ونغسله نقدر نخليه ندهنه تلسعة ونصف ونغسله ورده على الخبار كيفش شنو وشنين فايدة اللي غي اعطينا غي اعطينا اولا تنظيف ديالجلده ديالشعر تهايب لاني باش مدك الجلده ديالشعر تكوني نظيفة كي عاوننا في توازل افريزات ديال الدهون هذا الراحة لأن هذا الكثير من الأزوط الأزوطي عندنا في هذا اللبن وهذه البكتيريا والإفرازات هي عبارة على إفرازات منظفة مغدية ومقوية للشعر البشراء كذلك غير من الأحسن لإستعمال اللبن ندفيه قليلا في حمام مريم لكي نشطه هذه البكتيريا ندفيه قليلا مثلا الوجاة نديره القطن وندهن به البشراء ونجعله مدة الناس في ساعة فقط ونقصله وهذه العمليات نديرها يوميا لجميع أنواع البشر والشعر وجميع أنواع الشعر غير الشعر غير الشعر هذه النسبة للنساء بالنسبة للرجال الذين يسمعون نفسهم ومهم جدا للأخت التي اتصلت بنا على المشكلة للفطريات حتى يمكن لها للشعر فهو مهم جدا لحماية ولمحاربة الفطريات وردك تقول لك دكتور عماد ما كان هناك وصفة للهالات السوداء فيها للبن نعم سوف نأخذ معلقة كبيرة الياغورت الطبيعي ونأخذ ثلاثة معلقة كبيرة نخلطها المكوناس كاملين وقد ندهنوا بهم وقد ندهنوا بهم حول العين لنا وقد نجعلها في مدة عشر دقائق ومن بعد نقصلوها العملية سوف ندهنها ثلاثة مرات في الأسبوع وقد نقوم دومين لها حتى يبدو يصفوا هذه الهالات وهذه الوصفة إذا سيبتوها فهي سيبقى لكم سيمانة في التلاجة يعني ثلاثة الاستعمالة وتعودوا تدير الوصفة أخرى نعم عندنا السؤال المرهم تقول لك أنا حاملة وقالوا لي ندير بيضة بلدية ونطحنها مع الحليب أو اللبن وش مزيانة أم لا فأنا كنقول لها ذلك البيضة تسلقها تأخذها هكك و اللبن مش مشكلة بالنسبة للحواميل غير هو كما نقوله نحن كل أخت حامل وعندها الحالة دياله فالحامل لي ما عندهش مشكلة للغازات ولا مشكلة للجهاز الهدمي فاللبن ما عندهش مشكلة غير هو ما تخلطيش مع الماكلة حول البن ما تخلطوش مع الماكلة ديما خليوا ديك الساعبين في الماكلة فهو ما غاديشي فما غايدر القمش خليلك تقول لك دكتور عماد وصفة لزيادة في الخدود في اللي فيها الخميرة البلدية والياهورت وش ممكن ديروا للبن في بلسط الخميرة البلدية نعم ما يمكنش لان الخميرة البلدية بوحدة أو تانية مكوينتها ماش يبحل المكوينت ديال البن يعني ما.. لا ما حد الخميرة البلدية فيها غير خمائر ما فيهاش حاجة تأخرين ما فيهاش البكتيريا اللي كتكون مخلطة عندنا في اللبن نصيح ديك دكتور عماد باش نختمه فيما يخص البن البن بوحده البن بسيكوك أولى بكسكسو ديال البولة كاللي كي يدير الكسكسو ديال السميدة واشتعي مسألة كتنصح بها وش حال خصنا ناخده ديال البن في اليوم نعم بنسبة البن كالصغير كافي كالصغير في النهار كافي وفيه جميع الفوائد نصيح صغير نصيح صغير نصيح صغير مع الشعير احسن مقدرناش ديت الشعير حتى مع السميدة حتى ايام زيانة وكما قلت احسن طريقة قاع باش نتفاده وناخده واحد الخبيز ديت الشعير واحد الربيع ودهك الكويس صغير ديال البن ناخده معه وان شاء الله الامور غدي تكون باخير اخر سؤال لبن وش ممكن نخلطه مع الفواكيل كعصير فكالي كدير هذه المسألة غير انا كما احبتش هذه المسألة اننا نزيد عليه سوكاريات فمن الاحسن اللي بنخصي بقى دائما كما قلنا طبيعي ونحبق ونحبق هدي يكون احسن هتكون واحدة فائدة كبيرة لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اشتركوا في القناة